المجموعة الحديدية مجموعة الموت أو مجموعة الأبطال هو اللقب الذي حظيت به المجموعة المونديالية الرابعة لماذا مجموعة الأبطال ببساطة لأنها تضم ثلاثة منتخبات من أصل أربعة سبق لها الفوز بكأس العالم الأزوري إيطاليا والسيلسي الأوروغواي والأسود الثلاثة إنجلترا وهي تجمع فيما بينها ستة ألقاب في الإجمال بينما الحظ التعيس فقط هو من ساق كوستاريكا المنتخب المغمور إلى هذه المجموعة تاريخ وأداء هذه المنتخبات في الفترة الأخيرة سيجعل من الصراع ناريا على بطاقتين فقط للتأهل للدور الثاني وكل منتخب بين الثلاثة يملك الأوراق الرابحة لفعل ذلك في إيطاليا تمتلك خبرة بيرلو والعملاق بوفون والمشاغب بالوتيلي أما إنجلترا فتملك الفتى الذهب وايروني إضافة إلى وسط ميدان محنك بتواجد ستيفان جيرار وفرانك لامبار أما الأوروغواي فتملك مهاجمين اثنين هما في قائمة أبرز مهاجم العالم قوة وأكثر طلبا سواريز وكفاني إضافة إلى خبرة العديد من العناصر مثل القائد ديغو لوغانو فردية ونجوم المنتخبات السابقة لا تتوقف عند الأسماء التي ذكرت بل تمتد لقائمة موسعة ستجعل من مباريات هذه المجموعة ربما الأكثر جماهرية ومتابعة كما أن أي من هذه المنتخبات سيحتفظ بحقه الكامل في المنافسة على اللقب الأغلى